السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال موضوعنا اليوم هو معلم أثري عبرت فوقه حضارات متعددة بعضها معروف وبعضها ما زال مجهولا ولا يعلم عنه إلا من أحاط بكل شيء خبرى هذا المعلم يقع في العاصمة الأردنية عمان بين منطقة وادي السير من الجنوب والمدينة الطبية من الشمال والتي هي أرقى صرح حضاري طبي حديث على مستوى الشرق الأوسط في علاج وجراحة الدماغ والأعصاب والقلب ولا سيما عمليات القلب المفتوح وغيرها مما يتعلق بصحة الإنسان وأمراضه الموقع الأثري الذي نحن بصدده يسمى رجم الكرسي أو خربة الكرسي وفي الواقع لا أرى سببا واضحا وموثقا لتسميته باسم الكرسي فلا يوجد في الموقع أي شيء يبرر هذه التسمية كما أنه لا يوجد في الوثائق على الأقل التي أعرفها أي معلومة توثق وتؤكد هذه التسمية وسببها الموقع كما تشاهدون في هذا الجزء وستشاهدون في الجزء اللاحق إن شاء الله عبارة عن بقايا أبنية متداخلة مع بعضها البعض كأنها بناء واحد تفتح أبوابه على غرفه من غرفة إلى غرفة مما يعطينا إشارة أن الموقع قد يكون عبارة عن منزل واحد وبداخله تقسيمات لغرف ذات أغراض متعددة السبب الذي جعلني أفترض هذا الافتراض هو عدم وجود طرقات بين الغرف كما أن الغرف تفتح على بعضها البعض كما أسلفت وهذا يؤكد افتراضي بأن الموقع هو بناء واحد لشخص أو لأسره أو عائلة واحدة بنت هذه الجدران والغرف وسكنتها في فترة قديمة سمات هذه الجدران والبناء بشكل عام أنه قوي ومتماسك بسبب اعتماد نظام قاعدة الزاوية العريضة فكل الغرف بنيت على نمط واحد تقريبا وتشترك في نظام القاعدة التي تكون أبعادها متر ونصف في متر ونصف وتقع في الزوايا وتربط بين زوايا وجدران أربع غرف وهذه السماء تعطي البناء قوة وتماسك وقل ما نجدها في الأبنية الأثرية القديمة المعروفة في بلادنا وفي الحقيقة أنا فوجئت بهذا النمط ولم أتصادف به في أي بناء أثر قديم كالرومان أو حتى الحضارات الإسلامية على اختلاف فتراتها وأعتقد بالفعل أن هذا البناء عائد إلى العمونيين حيث أن طبيعة أحجار البناء بشكل خاص تشير إلى صنعة عمونية فالعمونيون كانوا يستخدمون الحجارة العشوائية في البناء في أغلب أبنيتهم بطريقة الخليط غير المتجانس حتى لو كان بشكل هندسي منتظم فمثلا نجد في أبنية العمونيين في البناء نفسه خليط من الحجارة الحثانية والصوانية والبازلتية والرخامية وأحيانا منحوتة وأحيانا غير منحوتة والأحجار المصنعة وغيرها مما يخيل للناظر أن من بنى هذا البناء أو ذاك كان يأخذ أي حجارة يعثر عليها دون أن يهتم لنوعها وطبيعتها وتجانسها الموقع ملفت للنظر لسمات متعددة ذكرت بعضها وسأذكر البعض الآخر لاحقا كما أنه جرت فيه عدة أعمال حفريات تدريبية لطلب قيد التعليم في قسم الآثار في بعض الجامعات الأردنية وتم العثور فيه على بقايا ومسكوكات بيزنطية وإسلامية وعمونية من الملاحظ إخوة الأحبة في هذا الموقع خلوه بشكل كامل تقريبا من وجود إشارات ورموز أثرية سواء دالة على كنوز أو حتى رموز تعود للاستخدامات اليومية وهذا أيضا مما يعطي الموقع نقطة تميز أو اختلاف عن كل المواقع التاريخية التي نعرفها وأرجح أنه موقع شعبي في ذلك الزمن أو ما نسميه في مصطلحاتنا الحالية بالعشوائيات أو منطقة مساكن شعبية ليست لأغنياء مؤكدي الغناء فمساكن الأغنياء متقنت البناء مملسة الجدران وحجارة جدرانها بينها طينة يعني وضعت بنيت حجر مع الطين وتحمل نقوش جميلة للزينة وهذه الصفة لا نجد أي منها هنا هذا الموقع فيه ما فيه من الأسرار ما زالت دفينة تحت البقايا الظاهرة من جدرانه المتهالكة وأنا أؤكد حقيقة أن هذا الموقع يحتاج إلى عمليات تنقيب رسمية دقيقة وحذرة فجدرانه التي نراها أمامنا بنيت على جدران وحضارات تابع أخرى تابعة لحضارات سابقة فلدى دراستي لبعض عينات الفخار التي جمعتها من الموقع لاحظت أن الخليط الفخاري المجموع يعود لعدة حضارات فالبيزنطيون والفرس والعثمانيون والعمونيون لهم صبغة حقيقية على هذه الفخاريات الصغيرة كما أن هناك أنواع أخرى من العينات الفخارية لا تعود إلى أي من الحضارات التي ذكرتها أعلى وسواء جاءت هذه العينات من حضارات أخرى مزامنة تاريخيا للوجود البشري في هذا الموقع بطريقة التبادل التجاري أو الثقافي أو أي طريقة أخرى فإن هذا الموقع يضمر في باطنه حكاية وتراثا كبيرا ما زال أغلبه مجهولا لنا وعلينا أن نعطيه أهمية والتفاتة كبيرة لكشف أسراره المؤسف أن هذا الواجب الأخير ليس بمتناول يدي وإنما بمتناول أيدي الجهات الرسمية ذات الاختصاص وحبذا لو يهتموا بهذا الموقع ويخصصوا له بندا في خططهم السنوية وبشكل جدي القسم الثاني من هذا الموضوع إن شاء الله والحلقة القادمة سيكون فيها عرض لأيضا جزء آخر وفيديو آخر ميداني في الموقع أدق وأكثر شمولية وكذلك سيتم التركيز على بعض المسميات مثل الزاوية المشتركة والقاعدة والحجارة المختلطة وغيرها في نهاية هذا الموضوع المتواضع والبسيط والمثري إن شاء الله لا تنسوني من صادق دعائكم بظهر الغيب تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال